اشتركوا في القناة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج خاصة ما يتعلق بمدخلات الصناعة كما وجه السيد الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة فضلا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية وقد قامت السيدة نيفين جامع باستعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقعة للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخبة من قبل الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية وذلك بالاشتراك والتنصيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم انتاج المكونات المحلية في التصنيع بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية خاصة تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقا للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية اشتركوا في القناة